التنكيل تتعلق بتعليق الأسرة على الجدران وتهجيم الكلاب البوليسية على هلاء الأسرة وهم مقيدين والاعتداء عليهم بالهروات على مدار ساعات متواصلة تحدث محمد عن حالات تنكيل أيضا بصعقات بواسطة المستسدسات داخل مؤخرات الأسرة هناك أسير تم الاعتداء عليه ولا يعرف مصصيره حيث نقل محمد من معتقل تمان إلى عوفر يعني عوفر أنا توقعت أن تكون الفضاعة أقل مما سمعت من شهادات عن تمان ورأيته بأم عيني ولكن الفضاعة هي نفس الفضاعة وهي أداة معتقل عوفر معسكر عوفر بالأساس وبحادي لمعتقل عوفر وأداة من أدوات الحرب على الأسرة يعني أنا شخصيا كنت مرتاح عندما تم منقل محمد من معتقل تمان إلى عوفر ولكن سمعت أسوأ بالأمس يفتتل في معتقل عوفر من ناحية الشكل والمباني وظروف الاحتجاز ولكن تحدث محمد عن قسمين عنبرين هذا وصف محمد لهؤلاء المكانين يصفوها الجنود بالذات الجنود العربة يتحدثون لغة عربية عنبر يسمى الجحيم وعنبر يسمى جهنم هذا العنبرين فقط للتعذيب هم لا يروا لكن يسمعوا آلاء مصرخات الأسرة التي تم تعذيبهم هذا المكانين محادي لغرف الأسرة الأسرة داخل معتقل عوفر معسكر عوفر محتجزين داخل غرف مصنوع من البطون بدون تهوئة بدون شبابيك لا يسمح لهم الخروج من الغرف إلا فقط الاستحمام وسياسة الاستحمام الدقيقة هي نفس السياسة الممارسة في معتقل تمام كل أسير يسمح له أسبوعيا الاستحمام دقيقة واحدة هناك أسرة يخشون من الذهاب حتى الاستحمام أي لا يتعدوا هذه الدقيقة ويتعرضوا الاعتداء والتنكيل والتعذيب والأسرة داخل الغرف يعني إسرائيل تخشى من الأسير حتى داخل الغرفة الأسرة داخل الغرف محتجزين وهم بالقيود يعني الأسير يعكل ويدخل إلى الحمام وهو بالقيود